انا سأقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود عند القاضي عياد وغيره أما بعد فيقول واصفه صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله كاملا في ذاته مكملا في أرصافه ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام أبيضا لوني أسود الشعر أعظيم اللحية شديد الهيبة معتدل العلق في صفاء الفضة النقية ووجهه كأنه البدر ليلة التمام قماري الجميل حاجبه هلالي كحيل الترف أهدب العينين مشربا بالحمراء وجناته مروية يجري الحسن في خديه كما تجري الشمس في مشارقها الفانخية ويرى من خلفه كما يرى من في الأمام كوكبي الألف خاطم الفمس السبيل الرئيق كوكبي الألف خاطم الفمس السبيل الرئيق إذا تكلم خرج النور من بين ثناياه اللؤلؤية مفلج الأسنان وجميل الإبتسام بطنه على تقوى الله ومعارفه مطوية سليم الصدر ممتلئا بالآيات والأحكام وإذا نامت عينه قلبه الشريف لا ينام صلوا على رسول الله كلما طلت شمس أو غربت مجاد سحاح الغمان خير البارية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية كم فأنادي يا خير هادي يكفي بعادي اعطف عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة